دشنت صباح اليوم وزيرة الصحة العامة سيداً قربتنا كرميل سوكاد دشنت رسمياً قسم الشيف الموظفين بوزارة الصحة العامة الذي تم إنشاؤه بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية جرت المناسبة بمقر وزارة الصحة العامة زميل آدم حسن المكاوي ومزيد من التفاصيل وزارة الصحة العامة الآن صار لها شاهد ينطق فيما يخص إدارة الموارد البشرية في هذا القطع قسم إرشيف الموظفين بوزارة الصحة الذي تم إنشاؤه بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ليساعد في اتزان الموارد البشرية للوزارة من أجل المحافظة على الوثائق بنظام حديث لحفظ المعلومات سيكون هو النظام الفاعل للتقييم والرصد حول معلومات العاملين بوزارة الصحة العامة منذ اليوم وصعداً حفل التدشين الذي أشار فيه ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية بأن تدشين اليوم يمثل تتويجاً لمشروع طويل بدأ منذ عام 2014 لتطوير نظام إدارة إرشيف العاملين للمساهمة في ترقية القطاع الصحي متعاهداً بأن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقف دائماً إلى جانب الوزارة لتقديم يد العون وزيرة الصحة العامة إن قربتنا أودينباي سوكات في كلمتها الافتتاحية لقسم الإرشيف أكدت بأن تحديث المحفوظات يشكل أولوية للإدارة وذلك لأن سوء إدارة المحفوظات أدى إلى صعوبة استخدامها مما سبب الفوضى في إرشيف الموارد البشرية لذا قررت وزارة الصحة إنشاء هذا القسم ليساهم في حفظ الوثائق الرسمية للوزارة كما شكرت الوزيرة الوكالة الفرنسية للتنمية على جميع الأعمال التي تواصل تقديمها للبلاد عموماً والوزارة بشكل خاص بعدها قامت الوزيرة بكشف الستار عن اللوحة الإرشادية للإرشيف والقيام بجولة داخل صالة الإرشيف للتعرف على مختلف الوثائق